يا أخي موقف جميل هذا ليس من فرق صحابة سبحان الله كانت علاقتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط الله صلى الله عليه وسلم أحبه لأنه جاءهم بالرحمة بالتعامل الرحمة المهدى كانت هناك قرارة أنفسهم عارفين أن هذا حق في داخلهم عارفين وكانوا يحبونا وكانوا يحبونا ولما يلقونه كل واحد وحيد كانوا يقدرونه حق لكن لما يجتمعون في ملائهم مع ملائهم يبدون يسببونه لكن لما يجونه فهمت عليه يخجلون من أنفسهم يعني تخيلهم يسببونه في الجماعة لكن يجون يضعون أمناتهم عندهم شوف هذه قرارة أفضل الله أقول لك قصة الحجر الأسود فارق ريش لما اندخل عليها من رسول عسل السلام هما خلوه هو الحكم هذه هذه من إرحصات النبوة هذه كانت قبل النبوة وقبل الرسالة شوف سبحان الله ما قبل النبوة كان في إرحصات كثيرة ترى في إرحصات كثيرة كانوا يثقون في يعني هو من يوم ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهم قبل البعث هما أصلا يقولوا هذا الرجل في شيء غريب هذا الصدق الأمين يعني هذا وجوده غير أشياء كثيرة في مكة وفي قريش سبحان الله هو قال اشتقته يا أخوان ويمكن سبحان الله من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذا الحديث لأننا الأمم اللي نيجي بعده نعرف كيف نشتاق للنبي صلى الله عليه وسلم نحن نشتاق لنا لكن لا نقول نشتاق لنا نقول نواسي عدم رؤيانا بالنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال أنا أشتاق لكم يعني فهمت علي ما حرمنا حتى شوف ما حرمنا متعة أنها تتعلق أنت متعلق فيه لكن متعة أنك تتعلق فيه ما أحررك يعني قال لك أنا أشتاق لي أقوام أتو من بأي ولم يروني فهمت علي هذول أصحابي خلطوني عرفوا مني سمعوا نظروا فهمت؟ فآمنوا لكن هناك ناس يجون ما شافوا ولا سمعوا لكم وثقوا وآمنوا فأنا أشتاق لهم يعني أنت قاعد تحب الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه و أنت تحب أنت ما شفته ولا رأيته فكيف فأنت تحب تعلق وهذا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال عمر الحديث الرسول معنا الحديث اللي قال عمر قال أني أحبك الرسول لكن ما هو أكثر حدي لك الحديث نص الحديث قال رسول الله أني لو أحبك أنا كرام ونفوق لي شيء إلا من نفسي إلا من نفسي قال لم تؤمن حتى قال أني أحبك أكثر من نفسي أكثر من كل شيء فهمت علي قال الآن يا عمر قال الآن يا عمر وبما أنك ذكرت أبو عبدالل ذكرت أحبك النبي صلى الله عليه وسلم أبحر في شيء متجاوز مثل أبحر أبحر يقول أبحر في جدا أبحر فيها أرشة بالروح بعد برنامج أنا أبلك كرتون سلك في شيء متجاوز كيف هو أمر أحبك النبي صلى الله عليه وسلم أحبه هذا كلام جميل نعم لذلك أذكر عندما قرأت إسلام 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 والله إن سيتسلام واحد من بني عبد المطلب أو كده والظهر أنه عندما أسلم بعد فتح مكة كأن عمر بن خطب رضي الله عنه أعلق على الأمر أو كده فقال له العباس لو كان من بني عدي ما قلت ما قلت له يتوفق على مقامة فقال تقول هذا يا عباس والله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب لي من إسلام الخطاب لو أسلم وما أبوي وما ذاك إلا لأنه أحب لي قلب النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله و أبو بكر الصديق لما جاء عبد أبوه أبو قحافا لما أسلم وبايع النبي صلى الله عليه وسلم في يد يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى فقال ما يبكيك يا أبو بكر يوم يوم فرح أبوك أسلم أمك أسلمت قال وددت يا رسول الله لو أنما كان يدي أبي يد أبي طالب سبحان الله عزانك يا رسول الله تحب أبي طالب يا سبحان الله ما يحب نبي سلام يحبون ممق ياس ما نحبه نحب نبي سلام ونحب ما تحبه جزاكم خير على هذه الجلسة كلهم كلهم صيب يا شباب كلنا نعرف رحلة الإسراء والمعراج صح عندما نم يا شباب سمعتها تضحية جلس اسمحها على فترة ثلاثة أيام أنا أحط الجوال جنبي أنا بذراش وقد أسمحها قصة الإسراء والمعراج يا سلام طبعا أحيانا أنام طبعا أحيانا أنام وأنا أسمحها أنام صرت ثلاثة أيام على هذا الحال في شيء سمعته وفي شيء ما سمعته يعني في شيء أسمحها وأنا صحي بس وقت ما نم تروح علي شيء كثير طريقتك هذه زي طريقة خالي بالضبط أحط الجوال ويسمع القصة وينام إذا نم نم أنا أحطها أسمع الله نفسه أسمع بداية القصة خاصة خاصة البراق تنام على قصة الرسولة البراق تنام على قصة النبي صلى الله عليه وسلم الله نفسه البراق اللي مدى صفوه هو طير ما أدري هو خيل ما أدري شو شب على طالي الإسراء والمعراج وصل البراق شو دوبنا حصان بجناحين شخص اللي يتسمع دوبنا مالقال مبورة سبحانك الله نفسه تختلف 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 حصان بجناحين اللي كان حق صفوان اللي كان جالسي عند الكعبة وربي كشف له نفس الفكرة نفس القصة صارت في الإسراء والمعراج أما الأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها رجع جاي حكي جاي حكي أصحابه وصل خبره لكفار قريش أنه كيف النبي صلى الله عليه وسلم راح في يوم وليلة قالوا هذا إيش قالوا هذا مجنون أنا اللي سمعتها يقولون أنه طلع على الإسراء والمعراج كاملة ورجع لسه فراشة ما قد برد نعم في ليلة واحد الشاهد يعني فراشة ما برد قالوا قالوا إذا أنت من جد صادق صف لنا إيش صف لنا مسجد الأقصى إيش في النبي صلى الله عليه وسلم وراح ورجع فما هم يعني يعني كعقل بشري ما استوعب ما افتكل ففي لحظتها الله كشف له مسجد الأقصى كامل قد نعم تجلى ما مكامل فقل لهم فيه كم نارة في هنا شباك في كذا في كذا ثم فجأة في طل وشهد كيف إيش فيه فهم هذي برضو من إيش من المعجزات وكروات اللي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وما أجمل شوف سبحان الله كيف المجلس جاته سكينة وشعور بالطمئنة أنا من الناس